موسيقى وحضنة نحن دائماً نحاول نلاقي حلول للمشكلة المياه عندنا التكلفة عندنا كبير جداً بالنسبة للمياه يعني هلأ بالصيف نعبي قلانة يعني من عند الجيران أو عن طريق لينا بيع وبرضه كمان نشتري تنكات مية يعني أنا لم أشتري بالصيف 10 تنكات أو 12 تنك أو 13 تنك طبعاً هذا عبء كبير يعني 120 دينار إلى 150 دينار خلاف قلانة المية اللي هي للشرب نشتريها برضه تكلف علينا أنه نشفط المية على الحوزات عن طريق الكهرباء كمان يعني ندفع للدولة بدأ المية وبدأ الضريب تعداد وبرضه بنرجع نشتري المية مشتراء نحن بنستخدم الدلو هذا لأنه المية شحيحة جداً نستخدم الدوش المؤمن لم يكن يوماً وحيداً في هذه المعاناة وهم نقص المياه يشاركه فيه مواطنون ومحافظات ومدن كبيرة وصغيرة على مدار العام فقد تغرق الشوارع وفي الوقت ذاته تخلو خزانات المياه من قطرة تروي العطشة أو تسقي الزرع والله مشكلتنا في الحقيقة هي المياه يعني بالصيف بتلاقي الأمور كتير مجعلكة بالشيطة هي ما شاء الله يعني انزل مموع بتيجي تمام وبانتظام صرنا نستجد الماء كل أربع أيام أو خمس أيام وتأتي إلى برها من الوقت ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين وتنقطع هذه المياه تراكمية مشكلة المياه منذ سنوات والمبررات الحكومية كارتفاع نسبة الفاقد إلى أكثر من خمسة وأربعين بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهدر بالشبكة يضاف إلى هذه المبررات صيف عشرين وواحد وعشرين إذ سيكون الضمأ فيه أكثر ودور توزيع المياه أقل وسيكون العدز عن تلبية كامل المتطلبات المائية متوقعا خلال فترة الصيف شكاوى متكررة منذ سنوات حول التزود المائي لكن الحلول معروفة ومرهونة بمصادر المياه والتزود في الأردن وزارة المياه رفعت من حالة التأهب القصوى لديها لتصل وتضع خططا للطوارئ للتعامل مع الصيف المقبل الذي سيكون صعبا على الحكومة وعلى المواطنين سنة هذه الوضع صعب مقارنة بالسنوات السابقة كميات المياه أكثر تواضعة مما كانت عليه العام الماضي العام الماضي كان موسم يعتبر من المواسم الجيدة أما الموسم المطري هذا لم يتجاوز 60% من المعدل طويل الأمد كمية المياه الموجودة في السدود هي متواضعة هي أقل مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي بـ 80 مليون متر مكعب فبالتالي نطلب من الناس أنهم يهتموا وأنهم يرشدوا بقدر الإمكان تحسبا لأي طارق قد يحدث سنحاول جاهدين أن لا يتغير لا دور وأن لا يتغير أي شيء على الإطلاق لكن لا يضمن ذلك أي إنسان مؤشرات مواجهة موسم صيفي حرج باتت شبه واضحة فمعدل الهطول لم يتجاوز 60% من معدل العام الماضي وتخزين السدود أقل بنحو 80 مليون متر مربع وبهذا تبقى المشكلة تتفاقم والحلول تنضب